اشتركوا في القناة هذا اليوم من منافسات الدوري الإنجليزي إذ حسمت نتيجة التعادل بهدف لمثله موقعة مانشستر يونايتد مع مضيفه فريق الأرسنال هذه المباراة جاءت ضمن منافسات الجولة السابعة من قمة مباريات الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة والأربعين عبر سكوت ماكتوميناي وعدل أرسنال النتيجة في الدقيقة الثامنة والخمسين عبر مهاجمه بير أمريك وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأرسنال إلى 12 نقطة في المركز الرابع بينما وصل رصيد المان يونايتد إلى 9 نقاط في المركز العاشر إلى المحاكم الإسبانية التي برأت هذا اليوم ميسي ووالده من تهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي إذ قضت المحكمة المركزية في العاصمة الإسبانية مدريد هذا اليوم ببراءة ببراءة الأرجنتيني لونيل ميسي ووالده من تهم التهرب الضريبي وغسيل الأموال المتعلقة بمؤسسته القاصة وذكرت صحيفة مارك الإسبانية أن القاضية ماريا تاردون رفضت الدعوة القضائية المرفوعة من قبل موظف سابق في مؤسسة ميسي ضد اللاعب ووالده وشقيقه وأضافت أن القاضية أوضحت أن الشكوك لم تتضمن أي أدلة بل كانت تستند فقط إلى معلومات من مقالات في الصحف الإخبارية نبقى في الأجواء العالمية وإلى هزارد المنتقل حديثاً إلى صفوف الملك ريال مدريد الذي أكد هذا اليوم أنه يسعى للحصول على لقب أفضل لاعب في العالم إذ أكد ناجم ريال مدريد هزارد أنه يحتاج إلى التحسن ليصبح من عمالقة الفريق بعد بدايته بطيئة لمشواره مع ناديه الجديد هذا الموسم والذي أخفق من خلاله في هز الشباك أو صناعة أي أهداف لزملائه هزارد أكد للصحفيين عشية مواجهة كلوببروج المقررة في دور أبطال أوروبا هذا اليوم لم أصبح عملاقاً بعد ويتعين عليه أن أظهر قدرتي على ذلك كلنا نعرف تاريخ الرقم 7 في هذا النادي وأرغب أن أصبح أفضل لاعب في العالم ترجمة نانسي قنقر نسعى النظاحة أمامكم أولاً بأول ونبدأ من تداعيات أزمة المحاكم والقضاء بين النجم الدولي السابق عدنان درجال وبين أعضاء اتحاد الكرة العراقي إذ أكدت وزارة الشباب والرياضة العراقية هذا اليوم إن هذا اليوم يعتبر مفصلياً في قضية الخلاف بين اتحاد الكرة وعدنان درجال الوزارة أكدت في بيان إن هذا اليوم سيعتبر مفصلياً في قضية حل الخلاف بين اتحاد الكرة والنجم السابق عدنان درجال بعد وصول ممثل الاتحاد الآسيوي للإطلاع على القضية وأوراقها وأضاف البيان أن هناك الكثير من الاجتماعات مع طرفي الخلاف من أجل تقرب وجهة النظر وهناك حلول قريبة لكل الأطراف البيان أكد إنه سيتم وضع خارطة طريق جديدة للكرة العراقية خلال الفترة المقبلة تجنباً لشبح العقوبات الدولية التي قد تدخل الكرة العراقية طبعاً اليوم وصل مبعوث الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى بغداد وهو إيراني الجنسية الحقيقة كنا نتمنى من الاتحاد الدولي أن يرسل مبعوثاً غير إيراني لسبب جداً بسيط إيران تلعب بنفس مجموعتنا في تصفيات كئس العالم وكئس الأمم الآسيوية وبالتالي الشفافية والمصداقية ضرورة جداً في نقل الصورة الحقيقية الحالية في بغداد من قبل المبعوث لكن ما أعرف إصرار الاتحاد الدولي على إرسال مبعوث من قبله يحمل الجنسية الإيرانية وأكيد إيميل لمنتخب بلاده فهذه قضية بحذ ذاته أما قضية الحقيقة بعد لقاء السيد رئيس الوزراء بالكابتن عدناندرجال يوم أمس وأيضاً لقاء باتحاد الكرة وسمعنا من مصدر مقرب للبرنامج أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أجرى اتصالات مع رئيس مجلس القضاء فائق زيدان تحدث ويا عن تبعات الموضوع وسجن موظفي في الاتحاد وبعده رئيس الوزراء أن تحل هذه القضية بالود بين الطرفين بين الكابتن عدناندرجال وبين اتحاد الكرة اللي احنا نعرف كل زين مكانة الكابتن عدناندرجال وتاريخه وأيضاً يعني نريد أن نصل بهذه المشكلة إلى بر الأمان دون أن ندخل في نفق لا قدر الله سيكون مكتوب على الكرة العراقية وإحنا على أبواب أن نستقبل فريق هونغ كونغ في البصرة ضمن تصفيات كأس العالم يعني معناتها أنه الآن أي مشكلة ستؤثر على ديمومة احتضان العراق لتصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأسيوية وأيضاً ستؤثر على اللاعبين وأمور كثيرة احنا في غنى عنها لكننا واثقين كل الثقة أنه المشكلة رح تنتهي لأنه في مجتمعنا كثير من العقلاء ولا بد أن نشيد بجميع الأدوار الإيجابية اللي يسعاها عدد كبير من الشخصيات الرياضية المحترمة إلى أن تصل بهذه المشكلة إلى بر الأمان والحلول اللي تجنبنه شبه عقوبات للكرة العراقية أيضاً من ضمن المفاجآت اللي تلقاها الشارع الرياضي العراقي واتحاد الكورية وكل المعنيين وربما الخاسر الأكبر هو ستريشكو كاتانيش فجر جيستين ميرام لاعب المنتخب الوطني مفاجئة عندما أبلغ المشرف أو المدير الإداري للمنتخب باعتذاره عن الالتحاق بصفوف المنتخب والتواجد في مباراتي هونغ كونغ وكمبوديا الحقيقة اعتذار جيستين ميرام كان مفاجئة كبيرة بالنسبة للشارع الرياضي إذ يستقبل مسود الرافدين هونغ كونغ في العاشر من أكتوبر تشيين الأول الحالي على استاد البصر الدولي ويحل ضيفاً على نظيره الكمبوديا في الخامس عشر من ذات الشهر الاتحاد أكد أن المدير الإداري للمنتخب باسل جورجيس أبلغه جيستين بأعذار واهية وتنصل واضح عن مهمة المنتخب الوطني بعد أن أبدى اللاعب عدم رغبته بالالتحاق للفريق جورجيس أكد أن اللاعب لم يتطرق إلى أسباب الاعتذار تعرضنا لصدمة بعد كلام ميرام وحاولنا أن نثنيه لحاجة المنتخب له في أهم مباراتين للمنتخب لكنه أصر على عدم الالتحاق مضيفاً أبلغت المدرب كاتنش بهذا الاعتذار والأخير أبداً زعاجه وطلب مني أن أعاود الاتصال باللاعب لثنه في محاولة أخرى إلا إنه جدد اعتذاره مرة أخرى الحقيقة جيستين ميرام من اللاعبين المحترمين من اللاعبين الخلوقين أسوة بباقي اللاعبين الرجل عنده بصمة في مسيرة المنتخب الوطني ونحن الآن بيمس الحاجة إلي لكن أي عذر أي عذر غير العذر الصحي أو الإنساني اللي يلحق باللاعب لا مبرر لعدم التحاقك مع المنتخب الوطني يعني أي عذر غير أنه أنت مريض لا قدر الله أو عندك حادث ماساوي لا قدر الله يمكن يقول لك يعني هذا نفسيته ما تتحمل أن يلعب لكن ما أقدر أجي وتساطع الساعة الطيران وبعدين أنا وراي روح الكمبوديا وأرجع الأمريكية يا أخي شنو النادي الأمريكي بالنسبة إليك يعني بالنسبة إذا قارننا بسمعة ومكانة منتخب بلادك اللي أنت الحقيقة سعيت جاهدا إلى أن تحصل على الجنسية العراقية والجواز العراقي حتى تلعب في منتخب العراق ورحبنا بيك وفتحنا لك القلوب قبل الأيادي لكن الجازينة هذه المجازات يا جستن ميرام يعني حقيقة مفاجأة كبيرة لو من غير لاعب ممكن نتوقعها لكن منك أنت وحتى باسل قورقيس اللي تربط علاقة عائلية مع اللاعب أكد فيه تصريحات كثيرة إنه تفاجأ حتى قل له قل له أنت مجنون ما تلتحق بالمنتخب فيا جستن العراق ما يوقف عليك ولا يوقف على أي لاعب ومثل ما خرجنا عمالقة من الكرة العراقية وأصبحوا نجوم قادرين على أن نخرج الكثير الكثير لكن للرجال مواقف وهذا الموقف لا يمكن بأي حال من الأحوال أن الجمهور العراقي راح ينسي هذا الموقف اللي أنت خليتنا به لأن إحنا الآن نعاني ما نعاني وبالتالي أنت إضافة لكن من حسية أنه أنت صرت إضافة بالمنتخب تقوم من جرجر بظهرك روح الله وياك أنت الخاسر العراق ما يخسر العراق ولاد العراق قادر على أن يستع مثلك وأمثالك بالمئات لكن هذا الموقف اللي اللي الحقيقة فاجأتنا جميعا والصحافة والإعلام والشارع وقف وياك ويشيد بيك ودائما كان أكو إشكال على اللاعبين المغتربين لكن نقول لا ذولة ولد العراق وذولة ولاهم للعراق صح هم مقيمين بغير دول وعوائلهم وعدهم جناسي وجوازات لكن ولاهم للعراق لكن هذا تصرفك يا أخوي العزيز خلاني في موقف لا نحسد عليه وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نشتاز عقبة كامبوديا وهونجكوغ وولدنا قادرين ونستغني عن خدماتك للآخر ما نريدك بعد اللي ما يريدنا بوقت الضنقة ما نريده بوقت الخير والاسترخاء ما نريدك عموماً اتحاد الكرة الحقيقة أيضاً أصدر بيان بهذا الموضوع وانتقد اعتذار جيستن ميرام وبالتالي هناك بعض الأخبار تقول لا جيستن بعد الضغوطات وردت فعل الشارق عدل عن قراره وبالتالي كاتانيتش قال لك ما ريدك ولا تجي ما توقف على واحد يا أخويا وهاي دنيا طويلة فللأسف الشديد للأسف الشديد هذا الموضوع خلانا في في حيرة من أمرنا شون يعني نريد نوصف أو نبرر مدى نعرف موفقية والنجاح لولدنا للاعبيننا وعودة ميمونة لعلى عبد الزهرة وإلى ميمي اللي أتمنى أن يعود ذلك الميمي الذي كنا نراهن عليه وإن شاء الله رهاننا في محله والبركة بعلى عباس والبركة بكل اللاعبين الموجودين في صفوف منتخبنا واللي دعاهم كاتانيتش مؤخراً لمباراة هونكونغ ومنتخب كمبوديا نبقى في أجواء الكرة العراقية إذ يدخل منتخبنا الأولمبي معسكراً تدريبياً في الدوحة لمدة عشرة أيام اعتباراً من الخامس ولغاية الخامس عشر من هذا الشهر المنتخب الوطني العراقي سيدخل هذا المعسكر استعداداً لتصفيات آسيا الأولمبية مصدر مقرب للشوط الثالث أكد أن المنتخب سيعسكر عشرة أيام وأن المعسكر يأتي تحضيراً لنهايات كأس آسيا تحت 23 عام مجموعة المنتخب الأولمبي العراقي أوقعتنا بجانب استراليا وتايلاند والبحرين موفقية لمنتخبنا الأولمبي وإن شاء الله قادرين على خطف بطاقة التأهل وعشمنا كبير بلاعبنا وبالكادر التدريبي وبغني الشهد وبعباس عبويد وبكل اللاعبين أيضاً أحبتي المشاهدين جرت على قاعة المركز الثقافي النفطي في قلب بغداد الحبيبة وقاع المؤتمر الانتخابي لإتحاد التايكواندو بعد طول انتظار وأكدت الهيئة العامة لإتحاد التايكواندو على إجراء مؤتمرها الانتخابي وأيضاً اختيار الهيئة الإدارية التي تألفت من رئيس الاتحاد إبراهيم جبار ونائب الرئيس باختيار حسين والأمين المالي مهدي خلف وفالح ناعم وأيضاً حققت أحسين الياسري فوزاً بعد أن فاز بأغلبية الأصوات ليكون أميناً للسر أما حسن جواد وأحمد قاسم وعلاء شرهان هم أعضاء الاتحاد الحقيقة عدد الحضور كان ثلاثين عضواً من الهيئة العامة وبالتالي نتمنى لهذا الاتحاد ديمومة النجاح وأن يعود لتحقيق الإنجازات أيضاً زمينا محمد الخفاجي أجرى هذه اللقاءات مع عدد من الفائزين في انتخابات اتحاد التايكوندو لا يخفى على أحد أنه قبل أربعة أشهر كانت هناك جولة أولى لهذه الانتخابات الاتخابات تحدد حراق المركز التايكوندو أسفرت عن فوز أربعة وكانت هناك خلافات فيه يعني رافقت هذه الانتخابات في الجولة الأولى بالتالي تم تأجيل المؤتمر التكميلي إلى ما بعد أصبح هناك رضا بين الهيئة العامة اليوم الهيئة العامة حضرت أيضاً يعني الحضور 36 على ما أعتقد أو 35 من أصل 40 اللي صوتوا 33 في الهيئة العامة فازوا أربعة يعني أربعة الباقين إضافة لأربعة اللي فازوا بالمرحلة الأولى أصبح النصاب ثمانية الاتحاد أصبح كامل النصاب بالوقت الراهن الحمد لله على بركة الله اليوم تم إجراء المؤتمر التخابي التكميلي لاتحاد العراق المركز التايكوندو بعد جهود كبيرة من قبل الأخوة في الهيئة العامة والأخوة في اللجنة الأولمبية وكذلك داع مزارة الشباب بالرياضة من أجل إجراء هذه الانتخابات وبأجمل صورة حقيقة عن هذا الاتحاد الكثير من الغبن والظلم من قبل الهيئات السابقة اليوم جرت الانتخابات بشكل سلس ومبسط جداً وبدون أي شائب والإجماع كان هناك اتفاق من جميع عضاء هذه العامة الحاضرين والحمد لله والشكر بعد معاناة طويلة إن شاء الله راح ترجع التايكوندو كما كانت في سابق عدها الحمد لله هاليوم تكملنا النصاب الاتحاد العراقي المركز التايكوندو الترشيح التكميلي لهذا الاتحاد وأتمنى لكل موفقية وإن شاء الله يكون هذا الاتحاد بحضن اللاعبين والمدربين للتايكوندو منزاخه إلى الفاوض إن شاء الله شكراً لزميننا محمد الخفاجي والافريق عمل الشوط الثالث البطولة إذ تعرض نادي أربيل بكرة اليد للسيدات إلى الخسارة الرابعة على التوالي ضمن منافسات بطولة الأندية العربية بكرة اليد والمقامة حالياً في العاصمة الأردنية عمان الحقيقة خسارة فريق أربيل جاءت بواقع 40 مقابل 22 هدف ومن المقرر أن يلعب نادي أربيل خامس مبارياته عندما يلتقي وصيف بطل سوريا نادي حربك السوري هذا أوفر لسيداتنا وإلى نادي أربيل وإلى كرة اليد العراقية التي عادت الحقيقة إلى سكة الإنجازات عبر تحقيق المراكز المتقدمة بالنسبة لمنتخباتنا الوطنية على مستوى الناشئين الشباب حتى الفريق الأول لكن كرة اليد النسوية الحقيقة تحتاج الكثير الكثير ويعني عتبنا على نادي أربيل يعني كان من المفترض أن يبلغ الإعلام حقيقة أن هناك بطولة ومتواجد في مكان ما حتى على الأقل نكون متواجدين وداعمين لكن ما نعرف من وسائل التواصل الاجتماعي ومن الصفحات والحقيقة ما أعرف عتبنا حتى على الأخ ربيل رمزي المنسق الإعلامي لنادي أربيل الرجل المتعاون والمتواجد مع كل الإعلام والبرامج الرياضية لكن للأسف الشديد يعني ما أخبرنا أن هناك حتى بطولة يعني إعلامها جدا ضعيف هذه البطولة عموما حض أوفر إن شاء الله إلى نادي أربيل سادة المشاهدين أخذكم إلى المحور الثاني في حلقة هذا اليوم واللي عودناكم دائما أن نتجول في أرقة اتحاداتنا الرياضية ونستعرض استعداداتها من نهاجها السنوي لا سيما في ظل الأزمة المالية التي تعصف بهذه الاتحادات ومعاناة بعض الاتحادات مع اللجنة الخماسية اللي كنا اليوم طبعا إحنا معاهم أولا بأول وتحدثنا عن كيفية إطلاق المنح المخصص للاتحادات يوم غد رح نعرض لكم الكثير الكثير من هذا الموضوع لكن اليوم رح نتحدث عن اتحاد المصارعة مثل ما نوهنا لحضراتكم يوم أمس واستعدادات هذا الاتحاد لبطولة العرب اللي رح تقام في السليمانية قبل كل هذا نتيجة تشكيك البعض بنتائج انتخابات اتحاد المصارعة كان هناك اجتماعا للهيئة العامة لاتحاد المصارعة ضم الهيئة العامة كلها والهيئة الإدارية للاتحاد تم من خلاله تجديد ثقته برئيس وأعضاء اتحاد المصارعة العراقي وبالتالي لكل حادث حديث اليوم رح نتحدث عن جديد اتحاد المصارعة واستعداداته وأيضا موضوع طرح الثقة وإعادة تجديد الثقة باتحاد المصارعة يسعدني أن نحاور ضيفنا الكريم المتواجد من استوديوهاتنا في بغداد الحبيبة وعلى الهوائي مباشرة سيد شعلان عبد الكاظم رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة كابتن مرحبا بك ضيفا كريما في شوطة ثالث عبر الشرقية مرحبا بك استاذ محمد وأشكرك على هذه الاستضافة أرحب بك أجمل ترحيم باستاذ شعلان وكان الله بعونك بصعوبة وصلت للاستوديو بسبب التظاهرات اللي اليوم تشهدها بغداد الحبيبة ونقول لك عاشت إذك وصلت بالوقت نذهب إلى هذا التقرير اللي عد زميننا زيد السراج والذي يتحدث عن تجديد الثقة برئيس وأعضاء اتحاد المصارعة العراقي نتابع عقد في بغداد اجتماع هام لاتحاد المصارعة تم المصادقة فيه على التقرير المالي والإداري واستغل الاتحاد تواجد معظم الهيئة العامة للعبة من الحكام واللاعبين والمدربين وممثلي الأندية لكي يتم التصويت على تجديد الثقة بمجلس الإدارة الحالية بعد تصاعد بعض الأصوات والتي تحاول خلق الفجوة على حد قوله نحن كهيئة إدارية يعني بسبب تعالي بعض الأصوات مع احترامنا الغير لائقة بلعبة المصارعة وبالرياضة مما أدى إلى خلق صورة غير واضحة وتشويه لسمعة المصارعة أردنا أن نثبت لهؤلاء أننا منتخبون من قبل الهيئة العامة وحسب القانون لا يجوز بعد سنة تجديد الثقة ولكن نحن طلبنا من الهيئة العامة الهيئة الإدارية طلبنا من الهيئة العامة أنه يجددون الثقة رغم أنه هذا الموضوع أنه بعد لازم يمضي سنة يلا ويصير تجديد الثقة أنا في صفتني كرئيس اتحاد فرعي المصارعة حضرت يعني أنه حتى لا يقولون أنه محافظة نينوى ما حضرت أو كذا أو محافظة ولا نحن ندور لعبة نحن نريد أن المصارعة ترجع إلى أهداء السابق أن تكون إن شاء الله نشاطات متميزة فيما طالب رؤساء الاتحادات الفرعية بضرورة الاهتمام أكثر بالمحافظات والتي تخرج الأبطال عبر استضافتها للبطولات المحلية والدولية خلال الفترة القادمة كان صوتنا واضح ومدوي وبشهادة الجميع يجب أن تحتض المحاولة للبصرة أحد البطولات المركزية والبطولات الدولية بطولات عربية مهمة تنتظر اتحاد اللعبة والذي عليه أن يظهر بالمظهر اللائق تنظيميا وإداريا لكن المعوقات المادية لا زالت تصطدم بالطموحات مع تأخر صرف الأموال أمر مستمر منذ عدة شهور ولا زال الاتحاد يراجع بشكل يومي داخل مقر وزارة الشباب عليه يحصل على جزء من ميزانيته المالية والتي من دونها لا يمكن أن يتم العمل أطالب الاتحاد المركزي للمصارع الاهتمام بالفريق النسوي لأنه مقبل على بطولات عربية وبطولات خارجية يعني لازم نستعد بالمعسكرات والتدريب المتواصل نحن نطالب أنه رئيس وزير الشباب والرياضة لاهتمام باللعبة المصارع لعبة المصارع عندنا نشوف اهتمام من اتحاد المصارع كل شيء حلوه اهتمامهم كل شيء حلوه طموحاتهم كل شيء حلوه في مؤتمرها السنوي الهيئة العامة لاتحاد المصارع تجدد الثقة بمجلس الإدارة مع مطالبات بمزيد من العمل ينقابل ذلك تحديات كبيرة توجه هذا الاتحاد مع ضعف الدعم الماليق وقرب الاستحقاقات الدولية من بغداد للشوط الثالث زيد السراج شكرا زيد السراج على هذا التقرير اعود لي ورحب بضيفي الكريم كابتن شعلان ما هي الاسباب الحقيقية التي دعتكم الى عقد مؤتمر سنوي رغم ان انتخاباتكم لم يمضي عليها سنة وبالتالي نود ان نتعرف على الاسباب الحقيقية اللي جعلت اتحادكم يجتمع بالهيئة العامة نعم استاذ محمد صراحة على كل الاتحادات عن تقييم اجتماعها الدوري في شهر ايلول حسب قانون 16 اللي هو قانون الاتحادات بما اننا احنا في شهر ايلول اقمنا هذا المؤتمر والاجتماع العادي لمناقشة الامور التي تهم اللعبة منها الامور المالية والامور الفنية والادارية وايضا طلبنا طلب نحن اعضاء الهيئة الادارية ان يتم تجديد الثقة بالاتحاد لان هناك بعض الاصوات التي دائما ما تشكك في قدرات الاتحاد وفي الهيئة العامة وانه مجود اندية وهمية وبطولات وهمية ومحسكرات وهمية وبان الاتحاد عليه السلاف مالية بذمته مستلمها من الوزارة لم يسددها لذلك الوزارة لم تصرف له هذه المبالغ لحد الان فاجتمعت الهيئة العامة بحضور مية وستين شخص من كافة المحافظات وتم تجديد الثقة بالهيئة الادارية بالاجماع واعلمناهم بانه الاتحاد لم يستلم اي مبلغ وهذا الكلام كان عن طريق الاعلام عن طريق قناوات تكون بقية القنوات الاعلامية ايضا وزارة الشباب هي تعرف انه ما صار فان اي مبلغ لحد يعني قبل ايام ما عدا مبلغ بطولة العرب يعني مشكورين سهلوا امرنا وصرفونا المبلغ نعم وبنفس الوقت ايضا استطعنا ان نسكت هذه الاصوات اللي دائما تحاول تتعكر الامور والشوه سمعة اللعبة وصراحة هذه الاصوات مو بس بالمصارعة باكثر من اتحاد فاحنا الاتحاد الوحيد اللي يبادر هذه المبادرة بعد استحصال كافة الموافقات القانونية لانجاح والمصادقة على هذا المؤتمر نعم كابتن شعلان الحقيقة يعني نتمنى ان نشتاز التقاطعات والاتهامات من اجل وضع الاتحادات على سكة الانجاز والانتصارات لاننا لا يمكن الحقيقة ان نظل ونلف في فلك المشاكل وقال وقيل وحجة وقال وبالتالي هذا رح يأثر على ديمومة العمل على تحقيق المنجز فاتمنى ان حقيقة تستمرون في طريقكم انتم وباقي الاتحادات لان المشاكل ما رح تخلص خلينا باستعداداتكم لبطولة العرب اللي رح تقام في السليمانية ما هي اخر الاستعدادات كيف كان تعامل اللجنة الخماسية مع الاتحاد المنتخب شرعيا واللي تم تجديد الثقة لكم قبل يوم امس استاذ محمد استاذ محمد هذا ما نتمناه نحن وكل الاتحادات انه نترك المشاكل جانبا ونفكر في مصلحة اللعبة وكيفية تطوير اللعبة والوصول الى الدول المتطورة باللعبة ومنافستها واحراز الانجاز في هذه البطولات الدولية بالنسبة لبطولة العرب هي مو بطولة واحدة بطولتين بطولة الناشئين والشباب رجال ونساء لحد الان اكدت المشاركة عشر دول عربية نعم بمشاركة مية وعشرين لاعب واداري في هذه البطولة وبانتظار دول اخرى ان ترسل موافقاتها اللي هي تونس والجزائر ولكن لحد الان عشر دول عربية ما شاء الله البطولة كان من المقرر ان تقام في بدأ تقام واحد عشرة يعني اليوم ولكن لامور ادارية نعم لامور ادارية وفنية وتأخر ارسال الجوازات واستحصال الفيز قرر الاتحاد العربي ان يمددها اسبوعين فصارت يوم خمسة عشر في محافظة السليمانية ان شاء الله طيب بالنسبة للجنة الخماسية صراحة هذه عفوا تفضل اكبر اللجنة الخماسية نعم اللجنة الخماسية احنا صار اكثر من مدد الراجع لمناقشة المنهاج والمصادقة على المنهاج ادهم بعض الملاحظات احنا ايضا عدنا بعض الملاحظات تعرف اتحادات عددها هواية الكادر الموجود باللجنة الخماسية قليل يعني ما يستطيع ان ينجز الامور بالسرعة الممكنة او بالوقت المطلوب صار تأخر بس قدرنا بهذه الفترة ان يعني نعرف طبيعة عملهم لانه مثل ما تعرف احنا منظمات مجتمع مدني نعم صار اكثر من عشر سنوات او خمسطعة سنة يعني بعيدين عن الروتين الحكومي والتعامل الحكومي دائما يكون بروتين وهذا الروتين يعني صراحة يأخر يعني مثلا اليوم اليوم مشكور سيد رئيس اللجنة الخماسية وايضا اللجنة الخماسية ولجنة الخبراء نشكرهم وافقونا على صرف المبلغ بطولة العرب يعني انصدمنا انه لازم ان يكون عدنا حساب حكومي فتح حساب مصرفي حكومي نعم حتى ينزل هذا بالرصيد وبعدين يقدر الاتحاد يشكل لجنة ويسحاب احنا عدنا حساب كان في بداية الامر في بنك اهلي وتبين انه هذا لا يجوز حسب القانون لازم هذه تاخذ لها مدة بحدود الايام يعني ان شاء الله انحلت الامور وان شاء الله بالاتجاه الصحيح ان شاء الله طبعا احنا ايضا شكرنا واعتزازنا بشغله واللي ما يشتغل ايضا ننتقد اداء عمله لكن احنا نحترم شخصه وبالتالي هذا الرجل يحاول جهد الامكان ان يمشي امور الاتحادات باسرع طريقة لكن تعرف اكو موظفين واكو بيروقراطية واكو كتابنا وكتابكم نتمنى ان تذلل هذه العقبات من اجل خدمة الرياضة العراقية سؤالي استاذ شعلان مع اعتزازي بالسليمانية الحبيبة الغالية لكن الاحظ اكثر الاتحادات الان العراقية تتجه الى السليمانية لاقامة بطولاتها واقامة مهرجاناتها شنو الاسباب اللي خلتكم تختارون السليمانية دون باقي المحافظات استاذ العفو بالنسبة اختيارنا الى محافظة السليمانية مثل ما تعرف احنا العام الماضي اقمنا بطولة العرب في بغداد نعم وكانت البطولة ناجحة من فضل الله والعراق احرز المركز الاول بالمصارع الحرة والرومانية هذه السنة لغلاء الفنادق اللي موجودة في بغداد يعني اكثر من حدود المية وخمسين دولار على الشخص ان يدفع المية وخمسين دولار للشخص الواحد فيه كل يوم ايضا عدم موجود قاعة عدم موجود قاعة تستسع للجماهير او ليقامة البطولة اه اثنين الازدحامات اللي موجودة في بغداد يعني استاد انا من ملعب الشعاب ليه نانا لمقركم صدقني ساعة ونص يلا قدرت اوصل يعني وتجاوزت طرق واختصارات هذه الوفود عدها التزامات ومواعيد بطولة يحضرها مندوب الاتحاد الدولي يحضرها مندوب الاتحاد الاسيا ورئيس الاتحاد العربي يعني هاي الاسباب بالاضافة انه في اسلامانية يعني الفنادق رخيصة يعني ازدحامات ثم يعني اكو تجاوب اكو تجاوب من الاخوة وبعدين ونعم الناس نعم اكو تجاوب وابدوا استعدادهم وقدمونا امور يعني سهلونا انه القاعة اضافة الى النقل وهو امور سهلونا ياها واحنا هذه يعني ممكن العام القادم ممكن في البصرة باذن الله باذن الله وبعدها لانه دائما انه يحق للعراق ان ينظم بطولة عربية سنويا باذن الله استاذ شعلان من خلال تجديد الثقة باتحادكم كان ان لقاءات مع السيد رئيس نادي السفانة حميد الدراجي وايضا كان ان لقاء مع صبب ابراهيم لاعبة المنتخب الاول طلب ان تكون للبصرة دور ايجابي في احتضان بطولات عربية لانه البصرة على همة الاستعداد اما صبب ابراهيم فطالبت الاهتمام واشادت بدوركم في دعم المصارع النسوية لكنها ايضا اطلقت العنان الثالث الى كل المسؤولين بدعم المصارع النسوية اللي سبق وانحققت انجازات رائعة ما هو ردك حول ما تحدثت به عن الرياضة النسوية والمصارع النسوية وعن مطلب السيد حميد رئيس نادي السفانة طبعا هذا المطلب هو في اجتماع الهيئة العامة قدم طلب رسمي وطلب من الاتحاد وارضنا الامر على الهيئة العامة فالكل واقفقت بالاجماع انه البطولة في العام القادم تكون في البصرة ان شاء الله وهذا حق مشروع ومن حق اي محافظة اذا تطلب وعدها الامور الامور الفنية والفنادق فاحنا ما عدنا كل مانا بالنسبة لللاعبة هي صبا لاعبة جيدة جدا وعدها طموح وتحاول تحقق انجاز واحنا ساعدناهم صدقني استاذ محمد هاي الفترة الماضية من الشهر الواحد ولغاية الشهر التاسع اقمنا نشاطات على نفقتنا الخاصة والكل يعرف والكل الهيئة العامة تعرف وهم يسمعوننا بطولة نسائية بطولة ناشئين بطولة شباب بطولة متقدمين في البصرة مؤتمر سنوي منافسات لاختيار المنتخبات كل هذه قدرنا بس صراحة بصعوبة جدا لان مثل ما تعرف يعني قل عدم التخصيص المالي في وقتها الآن ان شاء الله بعد ان نستلم المستحقات احنا وضعنا منهاج المنهاج باستحقاقات دولية ودورات تدريبية ومعسكرات تدريبية اللاعبين المنتخبات الوطنية ان شاء الله تكون معسكرات لهم طويلة الامد عدنا افكار نقدر نطور بها المصارعة بس هذه الافكار ما تتحقق الا بوجود الامور الاموال الاموال نتعمل خير ان شاء الله الاموال نعم نعم استاذ شعلان باذن الله انا اتحدث واتمنى منكم انتم كاتحاد ان تهتموا بالمصارعة النسوية لا سيما شفنا الحضور ما شاء الله وبناتنا اللي حققوا نتائج للأسف القلة شككوا بالانجازات الكبيرة اللي حققها سيداتنا بالمصارعة في بطولة العرب في لبنان العام الماضي وكنا معكم في استقبالهم نعم فاتمنى ان تهتموا بهذا الموضوع واتمنى ان ترجع المصارعة العراقية اللي كانت بيضة القبان في كل المشاركات بالنسبة للبعثات العراقية على المستوى الدورات العربية مستوى آسيا كنا المصارعة شيء كبير جدا اتمنى استاذ شعلان ان ترجع الانجازات لاننا ابتعدنا على المنصات استاذ محمد انا عاهدك وعاهد كل الرياضيين والمصارعين انه احنا باقين على عهدنا ونحقق المراكز الاولى في البطولات العربية والدورات العربية باقي المصارع محافظة على على نتائجها الطيبة اما بالنسبة للدورات الاسيوية فهذه تحتاج استاذ محمد تحتاج محسكرات تحتاج خبرات اجنبية تحتاج احتكاك نحن نطلب هذا ونتمنى هذا الباقي ايضا ما هو من الدولة العراقية ومن وزارة الشباب ان تدعم وتسهل امور الاتحادات ذاك الوقت نقدر نحقق نتائج على مستوى آسيا والعالم باذن الله نعم تعتقد احنا قادرين الآن عندنا المواهب واللاعبين لا سيما بعد اعتزال محمد صباح وبعد ابتعاد الكثير من الاسماء يعني نقدر نخلق جيل مثل ما خلقنا جيل شعلان وخلقنا كمال عبدو وخلقنا هيثم چلوب وهاي الاسماء الكبيرة المحترمة نقدر نخلق جيل بهالمستوى ان شاء الله كابتن اكيد نقدر وهذه اللاعبين الموهبين موجودين وحاليا يتدربون بالمنتخبات ولكن استاذ نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يديم الاستقرار احنا بحاجة الى الاستقرار في التدريب الاستقرار في كل شيء مطلوب ما ماكو فترة قدرنا نستمر ستة شهر بالتدريب يعني هذه المشاكل اللي صارت نتمنى انه بعد ما تصير ان شاء الله مثل ما قلت لك موجودة هذه الاجيال وبالنسبة للبطل محمد صباح هو حاليا مدرب منتخب الشباب نعم بالمصارع الحرة وكل الابطال اللي اعتزلوا الادوال الاسماء اللامعة هم حاليا موجودين في المنتخبات الوطنية نعم ونحن على تواصل معهم وقدروا يفهمون بالمناسبة يعني انوصلت المشارف الختام بس حاببا نقول لك تحيات السيد ضياء ومحمود علوان رئيس اتحاد المصارع دخل الان علينا وبعت لك برسالة يوجيه لك التحية ويتمنى لك الموفقية والنجاح اذا عندك كلمة بثواني احنا انا نتمنى الصحة والعافية لستاذ ضياء رئيس الاتحاد السابق وصاحب الفضل على المصارع العراقية وان شاء الله نعاهده ونعاهدكم انه نطور اللعبة ونحقق افضل الانجازة ان شاء الله جهود الخيرين طبعا ان شاء الله استاذ شعلان عبدالكاظم رئيس الاتحاد العراقي للمصارع شكرا لتواجدك معانا واتمنى الموفقية والنجاح لاتحاد المصارع في احتضان بطولة العرب في السليمانية وبطولة الاندية ان شاء الله وكيد رح نكون معاكم اولا باول في دعم هذا التظاهر الرائع واللي اتمنى ان تكون في بقية المحافظات سادتي المشاهدين وصلنا الى نهاية هذه الحلقة التي اتمنى ان نارت لذاكم واللي تعرفنا فيها على اهم النشاطات والتقارير الرياضية على المستوى المحلي وايضا اخبارنا العالمية انقل لكم تحيات جميع زملائي مرافقني في هذه الحلقة في استوديو البث في الكنترول ومن خلفهم المخرج علي باقر ومني انا محدثكم محمد ابراهيم الناصر لنا لقاء باذن الله يوم غد وحلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث واخبار كثيرة وحصرية الى يوم غد طبتم في امان الله و اقول لكم في مالا